بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهم وأحصد عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينا وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يئسن من المحض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر والآئي لم يحب وأولاة الأحمال أجدهم أن يضع محملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنسره إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجبكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن وجورهن واعتبروا بينكم بالمعروف وإن تعصرتم فستردع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إما ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شجيدا فحاسبناها حسابا شجيدا وعذبناها عذابا نكرا فذا قطر بال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شجيدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنون قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتنؤ عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قد أحسن الله أحسن الله well